الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء أصدر توجهاته الكريمة بإنشاء منصة إعلامية تقوم بدور محوري في تطوير صناعة الإعلام في المنطقة ولتعزيز التواصل بين الصحفيين والإعلاميين والمفكرين والسياسيين بالعالم بهدف تبادل الآراء وتطوير القدرات للصحفيين والإعلاميين العرب لتكون دولة الإمارات العربية المركز الإعلامي العربي بالمنطقة فتم تأسيس نادي دبي للصحافة عام 1999 لتطوير الإعلام والصحافة في الصعيد القيمي فكانت النجاحات تلوى النجاحات التي أبهرت المنطقة واستقطبت المنتديات الإعلامية التي أقامها نادي دبي للصحافة الكثير من الرموز الإعلامية والصحفيين والسياسيين بالعالم وأيضا الكتاب المتخصصين في الصحافة والإعلام بهدف النهوض بالإعلام العربي ليكون منتدى دبي للصحافة أكبر تجمع سنوي في العالم العربي وذلك بهدف مواجهة التحديات وتعزيز الثقة للمتلقي العربي بالخطاب الإعلامي ولقد اخترت دبي من قبل وزراء الإعلام العربي لتكون عاصمة الإعلام العربي هي دبي ويحتفل نادي دبي للصحافة بمرور عشرين عاما على تأسيسه الذي كان له بصمات إيجابية مؤثرة في المشهد الإعلامي العربي ويتزامن هذا الاحتفال مع الإعلام الرسمي لتعيين دبي عاصمة الإعلام العربي عشرين عشرين ولم تتحقق هذه الإنجازات في نادي دبي للصحافة إلا بجهود العاملين فيه الذين قاموا بتنفيذ الرؤية الإعلامية في تطوير الإعلام العربي فاحتفال نادي دبي للصحافة على تأسيسه بعد مرور عشرين عاما هو دلالة واضحة أن دبي أصبحت عاصمة الإعلام في المنطقة